وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن الزميل كريم يسري كريم بعد التحية يعني هل هناك أصداء وحتى الآن يعني كنا نتابع من نيويورك عن التجمع الانتخابي للرئيس الأمريكي ونرى أنه يتكلم بثقة من أريزونا ويتحدث عن تقدمه عن جو بايدن وتحدث كثيرا أيضا عن جو بايدن وعن مقارنته به ووجه له العديد من الاتهامات هل هناك أصداء حتى الآن أو توقعات بالولايات التي يحظى بها شعبية حتى هو تحدث من داخل أريزونا عن ثقته في الحصول على أصوات تاكسيس وأنه لن يستطيع فيها جو بايدن بالسيطرة عليه نعم محمود النقطة الأهمة التي ذكرها ترامب خلال هذا التجمع بولايات أريزونا هو فخره بعدد الحشود التي تحضر التجمعات الانتخابية الخاصة به إذ ما تحدث عن أن هناك 20 و30 و40 ألف من أنصاره يحضرون التجمعات الانتخابية لو في عدد كبير من الولايات التي قام بجولة كبيرة على مدار هذا الأسبوع في عدة ولايات متأرجحة أهمها بالطبع في لوريدا وبينسلفينيا وميتشيغان واليوم هو في أريزونا إذ ما تحدثنا عن أنه سخر من بايدن من تجمعات بايدن التخابية التي تضم العشرات وأيضا سخر من دعم باراك أوباما والذي أيضا تجمعاته تضم العشرات صرح بايدن أكثر من مرة وصرحت حملته أنه يهتم بمسألة التباعد الاجتماعي ويهتم بمسألة عملية الحفاظ على الناخبين والحفاظ على أنصاره وبالتالي تكون تجمعاته أقل عددا وتقول عادة بالسيارات جولة بالسيارات في المدينة التي توجد بها عكس ترامب تماما فالديمقراطيين اليوم اشتكوا من التجمعات الانتخابية الكبيرة لترامب والتي قد تكون خطرا في ظل انتشار جائحة كورونا في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية لكن يبدو أن ترامب لا يعبأ كثيرا بتلك التحذيرات الكثيرة التي خرجت على لسان عدد كبير من الديمقراطيين وبالتالي هو مستمر في تجمعاته الانتخابية على مدار هذا الأسبوع كما ذكرت سيركز على الولايات المتأرجحة والتي ستحدد بشكل كبير محمود من هو الرئيس الأمريكي القادم إذ ما فاز ترامب بولاة ثانية أو أصبح جو بايدن المرشح الديمقراطي هو رئيس الولايات المتحدة القادمة نعم كريم وأضيف هناك شيئان فيما يخص الاقتصاد وحديث كبير المستشارين الخاص بالاقتصادين بالبيت الأبيض وهناك جانب آخر أيضا يخص رؤساء التنفيذيين لكبرى شركات السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي وبالطبع سنتابع معك كريم ومع جميع مراسلين من كل الولايات كل ما هو جديد وما يخص الانتخابات الأمريكية بشكرك شكرا جزيلا زميل كريم يوسري كنت معنا من واشنطن